أن الصلاة هي عمود الدين كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي وهو في صيح الجامعة المعاذة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاقتداء به وباتباعه في جميع العبادات كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه يكون في أربعة أمور الأمر الأول في عقيدته فنعتقد ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار الصادقة التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى ومن الأحكام العادلة ومن الأحكام العادلة نعتقد أنها حق وأنها عدل وأن الواجب اتباع ما جاءت به وكذلك نعتقد العقيدة الصحيحة في الله سبحانه وتعالى وفي ملائكته وكتبي ورسله إلى آخره ثانيا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته فنعبد الله كما عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه لأنه قال صلوا كما رأيتموني فصلي ولأنه صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولأنه قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده إلى آخره ثالثا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه فقد كان صلى الله عليه وسلم خلق القرآن فما من خلق حميد جاء في كتاب الله إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل به ويتصف به فهو حليم صبور يعفو وهو كريم إلى آخر الأخلاق الطيبة رابعا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في معاملاته أن هناك معاملات كمعاملة الرجل مع امرأته ومعاملة الرجل مع جاره ومعاملة الرجل مع أرحامه والمعاملات التي تكون في الأسواق في البيع والشراء والمعاملات التي تترتب على الطلاق وعلى غير ذلك من أبواب المعاملات الذي يكون التي تكون كذلك المعاملات التي تكون بين الحاكم والمحكوم فإذا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الأربعة في عقيدته وعبادته وأخلاقي ومعاملاته كنا من الفائزين في الدنيا والآخرة أنه جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وهذا الباب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من تعلم الأحكام والأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل القيام بها قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة هنيهة وفي لفظ هنيهة ولفظ الهمزة خطأ هنيئة خطأ كما ينطق بعض الناس وإنما سكت هنيهة أو هنيئة 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 قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياك كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياك بالماء والثلج والبرد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنساء وابن ماجة هذا الحديث فيه سنة من سنن الصلاة وبعضهم ذهب إلى وجوبها وهي دعاء الاستفتاح اختلف العلماء في دعاء الاستفتاح هل هو للوجوب أم للاستحباب وكذلك في الدعاء الذي يكون بعد التشهد وهو الاستعاذ من أربعة أشياء اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال فاختلف العلماء في هذين الذكرين هل هما للوجوب أم للاستحباب فذهب الشافعي رحمه الله وبعض العلماء إلى أنهما للوجوب وذهب غيرهم إلى أن العبد يقول هذين الذكرين لكن ليس للوجوب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة أي كبر تكبيرة الإحرام وهي أول تكبيرة في الصلاة وهي ركن سكت هنيهة أو هنية يعني سكت وقتا قليلا قبل أن يقرأ قبل أن يبدأ في القراءة الجهرية فقلت يا رسول الله هذا هو أبو هريرة رضي الله عنه قال فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتهم لأبائهم وأمهاتهم وكذلك كل مسلم الواجب عليه أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول وهذا فيه حرص الصحابة على تعلم الدين وأنهم يسألون من أجل العلم لذلك هذا الفرق بيننا وبينهم كما قال بعض العلماء أننا نتعلم من أجل العلم وهم يتعلمون من أجل العمل قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ولا شك أن البعد بين المشرق والمغرب عظيم ودعوته صلى الله عليه وسلم للمباعد بينه وبين خطاياء وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هذا يدل على خطورة هذه الخطايا وعلى خطورة المعاصي حتى أن الله تعالى قال في دعوة الملائكة وهم يدعون للمؤمنين في سورة غافر وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وقال الله تعالى في سورة العمران يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ذلك الواجب على العبد أن يبتئذ من المعاصي من فعلها ومن قولها وإذا وقع في الذنب يتوب ويرجع إلى الله لينجيه الله منها يوم القيامة ثم قال اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس الثوب إن كان أسود اللون أو أحمر اللون فإنه يظهر فيه الدنس العظيم ويخفى فيه الدنس اليسير لكن إن كان أبيض اللون فإنه يظهر فيه أدنى دنس قال اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وهذا لكمال الطهر ولكمال النقاء وشدة بيان ذلك اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد بالماء والثلج والبرد لذلك المؤمن يدعو لأخي المؤمن في صلاة الجنازة بأن يباعذ الله بينه وبين خطايا وأن ينقيه الله تعالى من الخطايا ومن الدنس كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس فيدعو بما يقارب هذا الدعاء وهذا الدعاء يكون بعد تكبيرة الإحرام يكبر العبد ويقول هذا الدعاء اللهم باعذ بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبسمل وكل هذا سرًا يحرِّك الشفتين يحرِّك الشفتين لا يكتفي في السر بمجرَّد القلب لأنه جاء في بعض الروايات أن الصحابة انتبهوا لهذا الأمر بسبب رؤيتهم للحية النبي صلى الله عليه وسلم تتحرَّك من الخلف أي أنهم من الخلف رأونا طرفاً من لحيتي تتحرَّك فتحرِّك شفتيك في الذكر ثم تبسمل ثم بعد ذلك تجهر بالحمد الحمد لله رب العالمين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين التكبير في أول الصلاة الجمهور على أنه يقول الله أكبر كما هو معلوم والأحناف قالوا يقول كل لفظ لهذا المعنى فيقول الله أعظم إلى آخره ولكن الصحيح كما هو معلوم قول الجمهور وكان إذا ركع لم يُشخِص رأسه ولم يُصَوِّبه ولكن بين ذلك إذا ركع بعد تكبيرة الإحرام إذا ركع يكون ظهره مُستقيم ورأسه لا يُشخِصه ولا يُصَوِّبه وإنما بين ذلك فيكون مُستقيم الظهر وبين الشخص هو التصويب بالنسبة للرأس كُن مُستقيم الظهر وإذا رفع ظهره قليلا أو أنزله زيادة فصلاةه صيحة لكن فعل شيئا مكروها وخالف السنة قال وكان إذا رفع رأسه من الركوع بعد الركوع القيام وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجُد حتى يستوي قائماً حتى يستوي قائماً خلافاً لكثيرين من الناس وكان إذا رفع رأسه من السجدة أي بعد أن يسجُد ويرفع رأسه وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجُد حتى يستوي قاعداً حتى يستوي قاعداً وكان يقول في كل ركعتين التحية إن كانت الصلاة ثنائية كالفجر يُكمل التشهُد بعد التحية تحيات لله إلى آخره يُكمل التشهُد والصلاة الإبراهيمية إلى آخر الأذكار ويُسلِّم وإن كانت ثلاثية كالمغرب أو العشاء أو العصر أو الظُّر فإنه يقول التشهُد ولا يأتي بالصلاة الإبراهيمية إنما يكتفي التحيات الله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى يفرش رجله اليسرى وهذا في كل صلاة ثنائية في التشهُّد الأخير وإن كانت ثلاثية أو رباعية في التشهُد الأول يفترش هكذا وفي التشهُّد الأخير يتورَّك يتورَّك بمعنى أن ينصب رجله اليمنى ويجلس على إليته اليسرى ويدخِر رجله اليسرى إلى ما يقاصِد أو يوازِ نصف ساقي وهذا ما يُسمى بالتورُّك بالتورُّك يعني في الصلاة الثنائية في التشهُّد افتراش افتراش دي واحد دي واقفة قائمة والثانية مبسوطة طيب قال وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيهِ افتراش السَّبْعَ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ هذا الحديث معانا واخرجوا الإمام المسلم بهذا اللفظ وأبو داود والإمام أحمد قال الإمام أحمد محمد شاكر وهذا الحديث له علَّة وهي أنه من رواية أبي الجوزاء عن عائشة قال ابن عبدالبر لم يسمع منها وحديث عنها مرسل أما قوله وكان ينهى عن انتهى كلام الإمام أحمد محمد شاكر قوله وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفتيش الرجل ذراعيه افتراش السبع عقبة الشيطان أن يفرش رجليه ويجلس بإليتيه أو بمؤخره بمؤخرته على الأرض هذه عقبة الشيطان أن يجلس بمؤخرته على الأرض ويفترش رجليه افتراشا كلتا رجليه وإذا نصب الرجلين وفرَّق بينهما وجلس في الوسط هذه جلسة السبع وإذا نصب رجليه وجلس عليهم هذه تسمى الإقعاء وهي موضع نقاش بين العلماء وذهب ابن عباس إلى أنها من السنة رضي الله عنهما فهذه أنواع خمسة من أنواع الجلوس الافتراش والتورُّق والإقعاء وجلسة عقبة الشيطان وجلسة افتراش السبع طيب وكان يختم الصلاة بالتسليم وهذا معروف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو من كبيه حذو من كبيه إذا افتتحا الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الصلاة والمسلم والنساء طيب قال البخاري في جزء رفع اليدين قال روى الرفع تسعة عشر نفسا من الصحابة تزيطاجر صحابي وسرد البيها قال أحمد محمد شاكر وسرد البيها قي في السنن وفي الخلافيات أسماء من روى الرفع نحو من ثلاثين صحابيا يعني شنو الكلام أي أن النبي صلى الله وأي سلم يرفع يديه في هذا الحديث وفي بعض الحديث الأخرى في أربعة مواضع فيرفع يديه عند التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام ويحاذي بيديه منكبيه فيرفع يديه في تكبيرة الإحرام ثم بعد القراءة إذا أراد أن يركع رفع يديه ثم إذا قام من الركوع رفع يديه وهذه ثلاثة مواضع ولا يرفع يديه عندما يريد أن يهوي إلى السجود ولكن بعد التشهد الأول للصلاة الثلاثية والربائية يرفع يديه وهو قائم وهو قائم هذه أربعة مواضع إن تكبيرة الإحرام وعند الركوع إذا أراد أن يركع وعند القيام من الركوع وفي الصلاة الثلاثية أو الربائية بعد التشهد الأول يقوم فيرفع يديه طيب ويقول في الركوع بعد القيام من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هناك بقية ذكر معروف في أحاديث أخرى قال عن ابن عباس رضي الله عنه وعنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت فالآمر فالآمر الله سبحانه وتعالى وإذا قال الصحابي أمرنا أو أمرت فالآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأوامر تأتي من الله سبحانه وتعالى لأنه قال وما ينطق عني لا وإن وإلا وحي يوحى أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه أي الجبهة والأنف واليدين والمقصود الكفين واليدين مقصود بهما الكفين والركبتين وأطراف القدمين وأطراف القدمين خرية والبخاري ومسلم وأبو داود والنساي والترمذي وابن ماجة أمرت أن أسجد على سبعة أعظم السجود عبادة من أجل العبادات لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لم يقل وهو قائم ولم يقل وهو راكع ولم يقل وهو جالس وإنما قال وهو ساجد فأكثروا من الدعاء فأكثروا من الدعاء لأن العبد في السجود ينكسر لله سبحانه وتعالى فيضع أعظم شيء عنده وهو وجهه في الأرض وهذا قمة الثل والانكسار لله سبحانه وتعالى قال أمرت أن أسجد طرفي قدميه في السجود إما سهوا أو جهلا وهذا على خطر لأن السجود ركن والآن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الركن أمرت أن أسجد على سبعة أعظم فلا تجوز مخالفته بل يخشى أن تبطل صلاة العبد لذلك يتابع هذه المواضع السبعة في سجوده الجبهة والأنف واحد واليدين ثلاثة والركبتين والركبتين خمسة وأطراف القدمين سبعة ويطيل السجود يطيل في السجود ويدعو الله سبحانه وتعالى فيقول الذكر المعروف سبحان ربي الأعلى ثلاثا وإذا زاد قالها ستا إلى آخره وبعد ذلك يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة ثم يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرفع من سجوده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي يعني ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه أي من السجود ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس خرجوا البخاري ومسلم أبو داود والنساء هذا المقصود التكبير باللسان وليس رفع شنو اليدين فهذه لا مواضع ذكرة والتكبير الأول فرض بالركن هو تكبيرة الإحرام وبقية التكبيرات تسمى تكبيرات النقل فتنتقل من الركن إلى ركن آخر وإي موضع خلاف بين العلماء ذهب بعضهم إلى أنها سنة وهذا جمهور العلماء وذهب الإمام أحمد وداود الظاهر إلى أن هذه التكبيرات واجبة مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي قال عن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران ابن حسين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران ابن حسين وهو صحابي فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم فيها أن التابعين يتعلمون الصلاة من الصحابة كما أن الصحابة يتعلمون الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة يقتدون به صلى الله عليه وسلم في حال حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء أي أن صلاته متناسقة فإذا كبر فأطال القيام أطال الركوع ثم إذا قام من الركوع أطال القيام بعد القيام من الركوع ثم إذا سجد أطال السجود ثم إذا قام من السجود فجلس أطال الجلوس وهكذا فصلاته على السواء قال وفي رواية للبخاري ما خل القيام والقعود قريبا من السواء ما خل أي أنه استثنى القيام والقعود والمقصود بالقعود كما قال البسام هو قعود التشهد فالقيام أطول وقعود التشهد أطول من القعود الذي بين السجدتين عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان أنس فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه ما هو هذا الشيء كان إذا رفع رأسه من الركوع بعد أن يقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي رواه البخاري ومسلم فيه أن الإنسان إذا قام من الركوع بعد أن يقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد يطيل في القيام ثم يهو يساجد وبعد أن يسجد فيقوم يجلس بين السجدتين فيقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ويطيل الجلسة أو الجلسة ثم يسجد عنانس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا البخاري وفي رواية البخاري في آخره وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه الصبي الذي تصلي أمه مع المسلمين في مكان النساء فاخرجوا أيضاً مسلم والترمذي وابن ماجا والإمام أحمد فجمع في هذا الحديث بين تخفيف الصلاة وبين إتمامها فالذي يخفف الصلاة ولا يتم الصلاة هذا خالف السنة فيجمع بين الأمرين بين تخفيف الصلاة وبين إتمامها إذا صلى بالناس أما أن يصلى لوحدي يطيل الصلاة في النافلة إلا في بعض النوافل إلا في بعض النوافل كنافلة الفجر يخفف فيها قال عن أبي قلاب عبد الله بن زيد الجرم البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا مالك بن الحويرث صحابي رضي الله عنه فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أي أني لا أريد أن أصلي في هذا الوقت ولكني أريد أن أعلمكم كيف كان الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلاب كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا الشيخ البصلي بأبي قلاب اسم عمر بن سلم الجرم عمر بن سلم الجرم ويكان بأبي يزيد وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض أخرجه البخاري هو مسلم وأبو داود والنسائي الحديث دي أي حديث يَا إِمَّا ثَبَّتَ الْفَائِدَةَ فِي الْأُولَى فَتَقْرَأَ الْفَاتِحَ وَتَقْرَأَ سُورَةً أُخرَى وتَرْكَعْ وَتَقُومُ وَتَسْجُدُ وتَقُومُ فَتَجْلِسُ ثُمَّ تَسْجُدُ ثُمَّ بَعْدَ الْقِيَامِ مِنَ السُّجُودُ تَجْلِسُ جَلْسَةً خَفِيفَةً ثُمَّ تَقُومُ لِرَقَعَةِ الثَّانِيَةِ هذه الجلسة تُسمَّى جلسة أو جلسة الاستراحة يعني الجلسة بين الرقعتين ما الزول بعد يسجد السجدة الثانية في الرقعة الأولى طوال يقوم عشان يجيب الرقعة الثانية قبل ما يقوم عشان يجيب الرقعة الثانية يجلس جلسة دي يسموها جلسة الاستراحة دي أهل جلسة الرجل ذا وهو عمر بن سلمة عمر بن سلمة الجرمي والتي جلسها أو أشار إلى الجلوس أنه جلسها مالك بن الحويرث رضي الله عنه الجلسة دي برضو موضى خلافين علماء بعضهم ذهب إلى أنها مستحبة مستحبة ومن هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله وإحدى الروايات عن الإمام أحمد وبعضهم ذهب إلى أنها ليست مستحبة وإنما جائزة ومنهم الإمام مالك وأبو حنيفة ورواية أخرى عن الإمام أحمد وذكر صاحب المغني وهو ابن قدامة أن الذي يجمع بين القولين أن لا يجلس هذه الجلسة إلا إذا كان له عذر من تعب أو كبر في سنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجلسها في بداية حياته وفي بداية صلاةه فلما كبر في سنه صلى الله عليه وسلم جلس هذه الجلسة فذهب بعضهم إلى أنها تجلس في حال الكبر وأما في حال النشاط فالأولى أن يواصل في صلاة قال عن عبد الله ابن مالك ابن بحين هنا قال بحين هي أمه وأبوه مالك قال هذا محمد حامد الفقي رضي الله عنه عن عبد الله ابن مالك ابن محين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه أخرجه البخاري ومسلم والنسائي كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه هذا في السجود قال البسام هذا للرجال خاص بخلاف النساء فإنهن أمرن بالتصون الصيانة وكمال الستر والرجل يفعل هذا في صلاة إن كان إماما أو إن كان منفردا أما إن كان في صلاة جماعة ويؤذي المسلمين فلا يفعل هذا وإنما يفرق بين يديه والأرض وبين يديه وفخذيه من غير أن يؤذي المسلمين فإن استطاع أن يفعل هذا من غير أذية لمن بجواره فعل السنة فإن لم يستطع تركها عن أبي مسلم سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فين عليه قال نعم قال نعم أخرجوا البخاري ومسلم والنساء والترمذي لكل أحكام جديدة لهم تصلي في النعلين إذا كانتا طاهرتين وإذا كان المكان ليس فيه فرش ليس فيه فرش فتصلي في النعلين يجوز لك ذلك ويجوز أن تخلى عن النعلين عن أبي قتادا العنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولياب العاص بن الربيح هذا زوجها ابن عبد الشمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها أخرجوا البخاري ومسلم وأبو داود والنساء والإمام أحمد وابن حبان أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل بنته وهي أمام بنت زينب فيحملها في الصلاة فإذا أراد أن يسجد وضعها وسجد فإذا قام من سجوده حملها وهذا فيه رأفة فيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان ومحبته ومحبته للصبيان الصغار وقد قال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم فكان يقبل الصبيان بين الأعين كما يفعل بالحسن والحسين وفيه أنه تجوز الحركة في الصلاة بقدر الحاجة بقدر الحاجة أما بغير حاجة فلا يتحرك في صلاته وإنما يخشع آخر حديث ختم به هذا الباب الأول في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساطة الكلب خرجوا البخاري ومسلم وأبو داود والنساي والترمذي وابن ماجا والإمام أحمد ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساطة الكلب لأن بعض الناس في السجود يبسط يديه حتى أن حتى أن المرفقين يلتصقان بالأرض بالأرض وكذلك بقية الذراعين والواجب رفع المرفقين من الأرض ووضع الكفين فلا ينبسط انبساط الكلب هذا فيه التحذير من أفعال الحيوانات كما قال البساب في شرحي لعمدة الأحكام فذكر في الأول السبع في الجلسة جلسة التشهد افترهاش السبع وذكر في السجود انبساط الكلب فيتنزه العبد عن هذه الأفعال ويعتدل في سجوده فيسجد على سبعة أعظم ويسجد وهو مطمئن في سجوده السجود الصحيح قال باب وجوب باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود الطمأنينة بضم الطاء قال ابن باز فهي السكون في الصلاة والخشوع فيها والاعتدال فهي السكون في الصلاة والخشوع فيها والاعتدال إلى آخر كلامي فيطمئن في صلاة يسكن لا يتحرك ويخشع ويعتدل في صلاة هذه الطمأنينة والطمأنينة أقل قدرها أن يكمل الواجب في الركوع وفي السجود وفي أفعال الصلاة يعني إذا ركع يشرع له أن يقول ثلاثا سبحان ربي العظيم وأقل الذكر مرة واحدة سبحان ربي العظيم مرة واحدة فيركع بقدر هذه المرة فيكون مطمئنا فإذا زاد زاد في اطمئنانه أما إن ركع وقام من ركوعه بقدر يقل عن أن يقول سبحان ربي العظيم فصلاته باطلة فيطمئن في ركوعه سبحان ربي العظيم ويقول هذا ذكر ثلاثا ولكن أقل أقل عدد فيه مرة واحدة ثم يقوم وكذلك في السجود سبحان ربي العظيم قال باب وجوب وجوب الطمانين في الركوع والسجود عن أبي هرير ذكر حديثا واحدا وهو حديث الرجل الذي يقال أساء الصلاة ثم حديث المسيء صلاته أو صلاته وإن كان هذه التسمية بعضهم لهم لأوا فيها نظر المهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي في رواية قال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم فقال وعليك السلام بالإفراد وعليك السلام فيجوز بالإفراد للمفرد ويجوز بالجمع وعليكم السلام وإن كان واحدا فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى صلى مثل الصلاة الأولى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره يعني غير هذا الأداء للصلاة فعلمني فعلمني وهذا فيه حسن خلق الصحابة لا يملون التعليم ولا يصيب أحدهم الحمق لأن هذا صلى فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فذهب فصلى فجاء قال ارجع فصلي فلم يتحرج من هذا الكلام ولم يغضب وإنما قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره غير هذا الأداء للصلاة فعلمني يريد التعليم فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن وهذا عام يخصصه حديث عباد بن الصامت وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الفاتحة ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن أي الفاتحة وسورة أخرى ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدر قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وفعل ذلك في صلاتك كلها إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدر قائما أي بعد الركوع ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع أي من السجود حتى تطمئن جالسا وفعل ذلك في صلاتك كلها خرجوا البخاري ومسلم وابو داود والنساء والترمذي قال احمد محمد الشاكر والمسي هو خلاد ابن رافع اسمه خلاد ابن رافع او خلاد ابن رافع كما بيّنه ابن ابي شيبة الجمور الذين ذهبوا إلى أن التكبير ليس بواجب تكبيرات النقل استذلوا بهذا الحديث لأنه لم يذكر فيه تكبيرات النقل والذين ذهبوا إلى وجوب تكبيرات النقل كالإمام أحمد أغذ بحديث عائشة رضي الله عنها كذلك داود الظاهر وهذا الحديث ليس فيه دليل على أنه لا يجب التكبير بحجة أنه لم تذكر التكبيرات صراحة او تصريحا في هذا الحديث لأن هذا الحديث لم يجمع جميع جزئيات الصلاة وإنما بيّن الطمأنينة في الركوع وفي القيام وفي السجود وفي الجلسة بين السجدتين وفي القيام من الركوع إلى آخره ولا يُفع وبيّن قراءة القرآن من صلاة ولم يذكر التشهد الأول وهو واجب ولم يذكر التشهد الأخير وهو ركن ولم يذكر التسليمتين والتسليم ركن هذا الحديث ليس فيه حجة على عدم أو على عدم وجوب التكبير باب القراءة في الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي فيها أن العبادة مهما كثرت إن لم تكن صحيحة فلا عبرة بها لا عبرة جعله لو زول بصلي الليل كله صلبت عاد بدعة صلاة باطلة ما مقبولة لو بذكر الله الليل كله ذكر بدعة ذكر مردود زي كثير من الناس عانوا للسنة يمشي للبدعة سبحان الله الحمد لله لا إله الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله واتوب إليه كلها هذه صحيحة يخليه يجيب لا إذكار بدعة هو 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 تلقى الليل كل هو 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 يا لطيف يا لطيف انت لقى هل لك قول كذب مشاهل لا لوبة جرجر ما أنزل الله بها من سلطان وللأسف هؤلاء لا يقبلون النصح يعني تلقى تعبان وما يقبل النصحة وقائل نفسه في خير ويغضب لمن تنصح وصدق الله نوله ما تولى قال ابن كثير نحسن له طريقته ونزينها استدراجا من الله تعالى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة حتى ينزع أي من بدعته هو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رد مردود عليه فالعبادة إن لم تكن صحيحة لا عبرة بها مهما كثرت ذلك قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل ولم يقل أكثر عمل وإنما قال أحسن عمل فالعمل الحسن وإن كان يسيرا أفضل وأنفع للعبد من العمل الكثير الذي لم يكن موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم باب القراءة في الصلاة باب القراءة في الصلاة أي قراءة القرآن عن عباد بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أخرجوا البخاري ومسلم وابو داود والترمذ وابن ماجة وآحمد والنسائي على الزان كيفية ذكرنا التجاهد في تحيات الله والصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله هذا التجاهد له صيغ كثيرا هذه صيغة من صيغها وإلا فهناك صيغ أخرى التحيات الله والصلاوات لله والطيبات لله وهكذا هناك صيغ أخرى طيب باب القراءة في الصلاة عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفاتحة الكتاب معروفة هي سورة الفاتحة ويبدأها بالبسملة ويقول البسملة سراً كما سيأتي إن شاء الله تعالى ثم يقرأ جاهراً الحمد لله رب العالمين إلى آخره وقد ياء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صيح مسلم وفي تفسير ابن كثير لسورة الفاتحة في مقدمات تفسيره لسورة الفاتحة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قرأوا بفاتحة الكتاب فقالوا يا أبا هريرة وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا خَلْفَ إِمَامِهِ قال وَإِنْ كَانَ خَلْفَ إِمَامِهِ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج يعني غير تمام ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل أو كما قال إلى آخره قرأ بيتأني لأنه أي كلمة أنت رب العزة والجلال يرد عليك ما تقرأ عبد الله رب العرحمن رحمة وإنتماش طوال قرأ بيتأني واستشعر هذه الكلمات الحمد لله رب العالمين فهو رب العالمين جميعا عالمين عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة والعوالم قال من كثير رحمه الله نقلا عن بعضهم قال العالم كل ما سوى الله وسمي عالما لأنه فيه علامة على وجود الله وحدانيته وقال الزجاج رب العالمين في الدنيا والآخرة وقال بعضهم في تفصيل ابن كثير العالمين ألف عالم أربعمائة في البر وستمئة في البحر وقيل غير ذلك المهم أنت تستشعر أن الله عظيم وأنه رب العالمين الرحمن الرحيم منتصف بصفة الرحمة مالك يوم الدين معنه مالك للدنيا وليوم الدين لكن ذكر يوم الدين لعظمة يوم الدين ولأنه إن كان مالكا لأمر عظيم فهو مالك لما دونه إياك نعبد وإياك نستعين قال ابن كثير وهكذا القرآن إياك نعبد وإياك نستعين قال كقوله فاعبده وتوكل عليه فاعبده إياك نعبد وتوكل عليه اعتمد عليه وإياك نستعين وقال تعالى عن أهل الجنة وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله فأنت تستعين بالله وذكر الإستعانة بعد العبادة العام معن الإستعانة داخل في العبادة لكن لأهمية هذه العبادة وهي عبادة الإستعانة تلما تقول إياك نعبد هذا تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر يعني لا نعبد إلا أنت وإياك نستعين لا نستعين إلا بك ما قال نعبدك يا الله ولا قال نستعين بك يا الله لا قدم المعمول أولا على العامل إياك نعبد وإياك نستعين وديل إفادة الحصر فلا تصرف العبادة إلا لله ولا تصرف الاستعانة إلا لله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه لله أشكال الرسول عليه الصلاة والسلام قال وإذا استعنت فاستعين بالله ما تستعين بغير الله مدغل يا فلان يا فلان إلى آخر والعبادة كلها تصرف ها لله النذر عبادة ما تنذر لغير الله والذبح عبادة ما تذبح لغير الله والكلام ده موجود في بلدنا أنواع من الشرك بالله سبحانه وتعالى ذبح لغير الله ونذر لغير الله وعبادات امشوا لها زون الميت امشوا القبة زون مات اقول لا صاحب القبة نحن جيناك والتعارف في نفوس موجود والله سورة وصوت في اليوتيوب ذول كبير شئب واقف جمقبر نقول يا واتحسونا نحن جيناك ومتو وقاصدناك والتعارف في نفوس آتي كل ذي سؤل سؤله معقول ذول فارغ الدنيا وده بيعلى من في قلبك الزون الميت بيعلى من في القلب شكير رب العزة والجلال قال وتوكل على الحي الذي لا يموت ويمش للميت يقول له كان ولدي نجح باطبح لك وكان حصل كذب بسوي لك ويحصل الله يغذر بذل يشكر الله يجي للميت يطبح له والميت بياكل يا ناس واللي تتقرب لك العبادة والله قال في القرآن فصل لربك وانحر وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك وبذلك وميرت وانا والمسلمين والرسول عليه الصلاة والسلام قال في صيح مسلم لعن الله من ذبح لغير الله ده شغل بتاع لعن وضبيحة زيدي مبجوز تاكل فيها طب حالة ميت قربت لغير الله سبحانه وتعالى مبجوز تاكل ولا لقم قال يا أصل لحي بنتفع منها للميت بنتفع منها بس تكون كذلك واحد في البلد ضبحوا الخروف ومعلقوا في القبة بعدين في واحد أخونا صاحبنا اسمه محمد علي مالك بقول له ابداود ماشي عليه ونصحوا سل السكين بعد ضبح الخروف سل السكين قال لي هوي عارفين أي شيء مجين قال يعني ما دار نصيحة ذاته والله قال لي هوي قال عارفين فجينا ذاته يا أنا أسمع أقول قال عن أبي قتاد الأنصار فالإنسان لما نقول الأشياء دي في الصلاة لا يدي بعد دبق في منزل يتقبل الله منه الدعاء قال ابن كثير لأنه يبدأ الصلاة بالثناء على الله وبمدح الله وحمد الله وخطاب الله خطابا غير مباشر يخاطب بخطاب غير مباشر فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فيقبل الله عليه فيخاطب خطابا مباشرا فيقول إياك نعبد وإياك نستعين فإذا عاهدوا بهذا العهد صار في منزلة يتقبل الله دعاءه فبعدها يقول اهدنا الصراط المستقيم يدعو الله قال عن أبي قتاد الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الرقعتين الأوليين من صلاة الظور بفاتحة الكتاب وسورتين يطر في الأولى ويقصر في الثانية يسمع الآية أحيانا صلى سرا لكن مرات يسمع آية يسمع الآية أحيانا يسمع لمن خلفه وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية يطول في الرقعة الأولى ويقصر في الرقعة الثانية وفي الرقعتين الأخرين بأم الكتاب الفاتحة فقط وكان يطول في الرقعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية خرجه البخاري ومسلم والنساء وابن ماج وابو داود زاد أبو داود قال وابن ماج وابو داود وزاد قال أحمد محمد الشاكر وزاد قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الرقعة الأولى شكايل إمام لو راك وسمع ناس وراه جائين داخلين وجزله يطول الركوح عشان الناس تذكر الصلاة عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب خرجه البخاري ومسلم وابو داود والنساء وابن ماج والإمام أحمد هما أمر بالتخفيف عشان الناس ما تحصر التخفيف في تخفيف معين تخفيف دا بقدر الإمام الفقه لكن ما عنده قدر معين إلا تقريبا يعني قدروا تقديرا وتقريبا عن البراء بن عازف رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر كان في سفر فصلى العشاء الآخرة في صلاة العشاء فقرأ في إحدى الرقعتين بالتين والتين والزيتون سورة التين قال البراء فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه أي أنه يرتل ويحسن القراءة ويحسن صوته خرجه البخاري ومسلم أبو داود والنساء والترمذ وابن ماجا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية قيل هو كلثوم ابن زهدم وقيل كرز ابن زهدم فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقوله الله أحد اقرأ الفاتحة أو سورة بعد اقرأ قوله الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء صنع ذلك وفي أن العالم لا يتسرع في الكلام على فلان وفلان حتى يتثبت ويتبين له الأمر ولا يتسرع في إطلاق الأحكام حتى يتثبت ويتبين له الأمر سلوه لأي شيء صنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها قل الله صفة الرحمن الله الصمد صمد تصمد إليه الخلائق تحتاج إليه وهو غني عنها لم يلد ولم يولد فهو كامل سبحان وتعالى ولم يكن له كفوا أحد لم يكن له كفوا أحد لا مثيل له ولا ند له قال فقال لأنها لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه يحبه أخرجوا البخاري ومسلم والنسائي هذا الحديث فوائد ومنها نختم فاضي الحديث أخير نختم بيوم إن شاء الله لكن من فوائد أن هناك أسباب إذا قام بها العبد صار محبوبا عند الله سبحان وتعالى ومنها تدبر القرآن كما قال ابن القيم رحمه الله وذكر هذا الحديث وانت تدبر القرآن وتحب القرآن رب العز والجلال يحبك سبحان وتعالى وتحب صفات صفات الله سبحان وتعالى آخر حديث في الباب قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة وذو الحاجة أخرجه البخاري ومسلم والنساء وابن ماجة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا لما شك بعض الناس أنه أطال بهم الصلاة أن معاذا أطال بهم الصلاة رضي الله عنه فشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأرشده بأن يصلي بهذه السور ليخفف على الناس سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وبين له أن من ورائه الكبير والضعيف إلى آخره والمقصود تفضل حديث في الموطة وحديث في النساء أمرنا معاشر الأنبياء بأن نضع مياميننا على مياسرنا في الصلاة أي أن نقبض وإذا قام من الركوع سدل الحديث الذي في النساء حتى يعود كل عظم إلى فقاري أو إلى مفصلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإنت لما تكبر تكبر الإحرام تقبض تقرأ تحد ما ركعت قمت من الركوع تزدل وبعضهم ذهب إلى القبض بعد الركوع منهم ابن حجر العسقلاني وغيره لكن انتشنوا تزدل بعد لجمع في الأدلة بعد القيام من الركوع آخر سؤال تفضل هي نعم 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 آية نعم آية نعم آية المسالة دي إنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد كلام نوفيه حديث معاوية رضي الله عنه وهو أنه يصير تصير صلاة الجمعة بالتخير إن شاء الناس صلوها وإن شاء ذهبوا إلى بيوتهم فصلوا الظهر في بيوتهم يعني اتصلي صلاة العيد بعد صلاة الجمعة شنو إذا اجتمعت الجمعة والعيد فذهنا بتكون ما بتكون واجبة وإنما تصير للجواز إذا جاء المسجد فصلاة مع المسلمين الجمعة صلاة وإن صلاة في بيتي فهو بالتخير وديه الآن فتوة اللجنة الدائمة للإفتاء الموجودة الآن المعاصرة في بلاد الحرمين وفيها قريب 18 عالم بيقولوا بالقول دا وفيها حديث معاوية رضي الله عنه جزاكم الله خيرا صلى الله عليه وسلم على نها